السلام عليكم مقاطعة كندية تفتح باب الهجرة إليها وعملت صفحة للتقديم وهناك تقديم إليها عبر تطبيق بسيط وسهل وعبر هذه الخطوات التي سأخبرك بها في هذا الفيديو فيكفي تسجيل اسمك وتكون ضمن المسجلين بوزارة الهجرة الكندية وشيء رائع في كل هذا وهو أن هذا البرنامج لا يحتاج لعقد عمل لتقديم وكذلك إن كنت خائف ومتردد نوعا ما فيما يخص اللغة والشهادات الجامعية وكل هذا فكن مطمئن لأنه شيء غير مطلوب لهذا البرنامج وأيضا هناك من سيسألني إن كان هناك حد عمر معين فلا يوجد حد للعمر ويمكنك التقديم مهما كان عمرك ومهما كانت جنسيتك وبلدك وبعد كل هذه التفاصيل فكيف ستسجد في هذا البرنامج فلتسجيل يكفي رفع اسمك لوزارة الهجرة الكندية بشكل مجاني ومن خلال الخطوات البسيطة التي سأريها لك الآن فتابع معي جيدا فكما يمكنكم القراءة يرجى تسجيل وتقديم سيرتك الذاتية وأرباب العمل الذين يوظفون في جزيرة الأمير إدوارد سيتواصلون معك لمناقشة فرص العمل شخصيا أو افتراضيا فماذا تنتظرون؟ تسجيل مجانا وهو مجاني لتقديم مدف تعريف للتعبير عن الاهتمام ومن الغير القانوني أن تدفع مقابل عرض عمل وهذه هي الفرصة الذهبية التي نتكلم عنها أولا يرجى تحديد مجال العمل الذي ترغب في النظر فيه بناء على خبرتك أو مهاراتك وعندك عدة اختيارات ومجالات فتختار مثلا ميكانيكي أو نجار أو أي مهنة تريدها ويمكنك اختيار أكثر من مهنة واحدة بناء مساعد بناء مدبرة منزل سائق شاحنة وكل ما تريد وتختار أكثر من مهنة كي تكون فرصتك للقبول كبيرة وهنا نضيف معلومات الاتصال الخاصة بك كالاسم الأول والاسم العائلي البريد الإلكتروني وتعيد كتابته للتأكد منه ثم تضيف السيرة الذاتية سواء بالفرنسية أو الإنجليزية وبشكل بسيط تحملها من هاتفك فقط وبعد ذلك تضغط على الأيقون الموجودة في الأسفل للموافقة على الشروط والأحكام المطبقة ثم حفظ ثم التالي وهنا تأتي الصفحة الثانية وتكمل معلوماتك فتضيف جنسيتك وبلد إقامتك هل عمرك يتراوح ما بين ثمانية عشر سنة وتسعة وخمسون سنة فتختار نعم أو لا بعد ذلك تأتي خبرتك باللغة الإنجليزية سواء قوية متوسطة أو بسيطة ثم يسألك هل أنت قادر على أداء مهام العمل باللغة الفرنسية فتختار نعم أو لا وتضيف كم عدد سنوات الخبرة في العمل بدوام كامل لديك والذي يرتبط ارتباطا مباشرا بالمنصب الذي تتقدم إليه فتختار عدد السنوات ما هو وضعك الحالي فتكتب متزوج أو أعزب مطلق أرمل حسب حالتك العائلية وطبعا باللغة الإنجليزية أو الفرنسية بعد ذلك ما هي المناصب السابقة التي شغلتها فيمكنك كتابة كل المناصب التي شغلتها باللغة الإنجليزية أو الفرنسية كذلك هل أكملت بنجاح على الأقل ديبلوم المدرسة الثانوية فتختار نعم أو لا ثم ما هو أعلى تعليم لديك فتضع مثلا لسونس أو باكالوريوس أو ما لديك بعد ذلك كيف سمعت عن مهنة التوظيف هذه فتختار ضمن الخيارات وتضغط على حفظ ثم التالي وهذه هي الصفحة الأخيرة ويقول لك قد تتم مشاركة ملف التعريف الخاص بك مع أصحاب العمل بالتوظيف في غضون عام 2023 لا يوجد ضمان العمل أو حالة الهجرة ولكنهم سيركزون عليك حسب المعلومات التي قدمتها وحسب سيرتك الذاتية التي بعثتها فيدرسون ملفك وسيتواصلون معك قريبا عبر الإيميل الذي سجلت به حظ موفق للجميع أتمنى أن يكون هذا الفيديو أعجبكم وأفادكم ألقاكم في فيديو آخر وفرصة جديدة للهجرة السفر العمل أو الدراسة بالخارج دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله